الآن مشاهدين إلى جولة سريعة في الأخبار العالمية استأنفت ليبيا تصدير النفط من الهلال النفطي بعد نحو عشرة أيام من سيطرة قوات مناهزة لحكومة الوفاق الوطنية على المنطقة في خطوة رئيسية لحل أزمة السيولة وإصلاح الاقتصاد استهدفت عشرات الغارات مدينة حلب وريفها في شمال سوريا أسفرت عن مقتل طبيبين وإصابة العشرات في الوقت الذي اعتبر فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الحل لوقف المجزرة في سوريا هو تطبيق حذر جوي فوقها قتل تسعة وعشرون شخصا وتم إنقاذ مائة وخمسين أخارين إثر غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين في البحر المتوسط قبل تسويح لمدينة رشيد شمال مصر ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مزيد من الناجين تعرضت السفارة الإسرائيلية في أنقار لمحاولة هجوم من شخص مسلح بسكين تم إيقافه بعد إطلاق النار عليها بدأت الحكومة البريطانية بناء جدار قرب مخيم الغابة في منطقة كالي بفرنسا بهدف منع اللاجئين من الوصول إلى أراضي المملكة بطرق غير شرعية ويبلغ ارتفاع الجدار أربعة أمتار وسيمتد على حدود الخط السريع المؤدي إلى ميناء فرنسا الشمالية قاطعا مساحات في مخيم الغابة الفرنسية ويتوقع أن يكتمل بنائه في نهاية العام الجاري أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه بقمة الأمم المتحدة أن خمسين دولة تعهدت باستضافة ثلاثمائة وستين ألف لاجئ خلال عامه وهو ضعف العدد الذي وفقت على استضافته العام الماضي